نرجع للمباراة احنا كان يمنا على بيتسو موسيماني انا في رأيي انه هو الركيزة الاساسية لخروج النادي الاهلي بالفوز الكبير ده النهاردة برمعاية نظيفة بس في واحد كمان النهاردة كان ورقة في منتهى الاهمية هو بيرستاو بيرستاو النهاردة سجل هدفين وصنع هدفين يعني الاربع هداف اللي سجلوا من نادي الاهلي النهاردة شارك فيهم بيرستاو سواء بالتسجيل او بالصناعة عمل مباراة رائعة وكبيرة ومميزة بيرستاو زي بيرستاو زي بيتسو موسيماني كان مر بمرحلة شك عند جميع النادي الاهلي هو ايه ده هو ده اللعيب اللي الاهلي جابه هو ده اللعيب اللي كان بيلعب في الدول الانجليزي هو ده اللعيب اللي كان مكسر الدنيا مع منتخب جنوب أفريقيا هو عنده قصة مزمنة ولا ايه هو ما بيعافش يلعب كرة ولا ايه هو كلام كتير على بيرستاو بس الكلام برضه كان ممتق بسيبك من قصة الاسواة المزمنة دي جدا كلام فارغ بس الكلام عن هبوط مستوى الفني وانه اللعب النادي الاهلي كسب صفقة ولا خسرت صفقة ده كان يبقى كلام منطقي ليه من بيرستاو قعد فترة طويلة بيقدم مستويات غير جيدة مع النادي الاهلي ويوضيع العديد من الفرص السهلة اللي اي لاعب عادي ينفع يسجلها مبالك انت بلاعب النادي الاهلي جايبه كلاعب سوبر لاعب محترف في الدول الانجليزي وبالتالي المفروض يضيف لتشكيلة النادي الاهلي بيرستاو النهاردة عمل المطلوب منه وزيادة هدفين صناعة هدفين وكرة كمان في الآية وكان فيه انفرات في الشوت الاول مر بشكل رائع جدا الفينش بس ما كانش بنفس اللق يعني كان ممكن يسجل اكتر من كده كان ممكن يخرج المباراة بهاتريك كمان فالنهاردة بيرستاو افضل لاعبي المباراة على الاطلاق اشهادة اخرى بصراحة عشانا شخصيا انتقضتو كثيرا وكان ديوفي ينتقدو كثيرا وبرضو كان يستحق النجد هو طهر محمد طهر طهر محمد طهر النهاردة عمل مباراة محترمة جدا مباراة كبيرة جدا مركز المهاجم في الاصل مش مكانه الحقيقي او الاصلي ولكن النهاردة قدم مباراة كبيرة جدا بجوار بيرستاو عمل مباراة رائعة جدا سجل هدف وهدف اخر اولغي بسبب او بتدخل الفار عمل اداء ممتاز جدا في المباراة بشكل عام فلازم الاشيادة اخرى بطهر محمد طهر باقي اللاعبين كلهم كانوا على اعلى مستوى باقي اللاعبين كلهم كانوا مميزين محمد شنو تحديدا هو الذي لم يختبر في مباراة اليوم فهو بعيد عن الاشيادة ولا الانتقاض هو لم يختبر من الاصل وما كانتش جات له كورات خطيرة ممكن يتقلق منها الاهل النهاردة صيد ترطولا وارضد على المباراة عمل كل شيء عمل كل حاجة كويسة اداء معتاد او مفترض يكون معتاد من النادي الاهلي في البطولات الافريقية الاهلي الان امام رقم تاريخي واستثنائي وهو الصعود للمباراة او قريب من الفوز بالبطولة السالسة على التوالي بعد الوصول للنهائي ان شاء الله كأول فريق افريقي يحقق تلات ارقام متتالية لدوري ابطال افريقيا النادي الاهلي استثناء ومن غيره يحقق الارقام القياسية الاستثنائية اشتركوا في القناة